يارب بتكونوا بخير وانتو بتشوفوني النهاردة في الفيديو ده هعمل معاكو كيكة الشوكولاتة بسوس الشوكولاتة هنعملها بطريقة بسيطة وإقصادية جدا ومكوناتها كمان متوفرة عندنا كلنا في البيت هنعمل كيكة الشوكولاتة ببطين بس وبدون شوكولاتة خالص وهنعمل كمان سوس الشوكولاتة بدون كريمة سيلة أو كريمة شانتي الكيكة طعمها حلو جدا وطريقة قوي وعلى طول بحب عملها لوحدها حتى من غير السوس بتبقى حلوة قوي مع الشاي كمان سوس الشوكولاتة تقيل وكريمي وتعمه حلو جدا يلا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض علشان نعمل الكيكة هنحتاج 3 بيضات كبار في درجة حرارة الغرفة وهنخفقهم على سرعة متوسطة تقريبا لمدة دقيقة واحدة وبعد كده هنبدأ نضيف السكر بالتدريج أثناء الخفق هنحتاج كباية واحدة من السكر وهنضفها على 3 أو 4 دفعات بالطريقة دي بنتأكد ان السكر داب كويس مع البيض كمان هيديني فوليوم أكتر وهيدخل هوا أكتر للكيكة وده هيخليها هشة ومرتفعة أكتر بعض البيض والسكر حجمهم ما يتضاعف ولونهم يبقى فاتح بالشكل ده هنضيف معلقة كبيرة من الخل وهنخفق لمدة دقيقة كمان الخل بيعتبر محسن كيك طبيعي وبيزود ارتفاع الكيكة كمان بيخليها هشة جدا بعد كده هنضيف كباية من الزيت النباتي استعملت هنا زيت عباد شمس بس كمان تقدروا تستعملوا زيت درة لو تحبوا وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الفانيليا وهنخفقهم مع بعض لحد ما يمتازجوا كويس تقريبا لمدة دقيقة كمان بعد كده هنضيف كباية من الحليب وبحب دايما لما اضيف سوائل للكيكة سواء حليب أو مية أخليها دافية شوية لان ده بيفرق جدا في قوام الكيكة وبيخليها طريق قوي وبنخلطهم مع بعض كويس بالشكل ده بعد كده هنضيف المكونات الجافة للكيكة عندي هنا كباية ونص من الدقيقة العادي متعدد الأغراض وثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلة وهضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من البايكينج باودر ورشة بسيطة من الملح وبننخل كل الحاجات دي على خليط السوائل لازم ننخل المكونات الجافة علشان ادخل كمية هوا أكتر لخليط الكيك علشان يطلع معانا هش ومرتفع خصوصا كمان لو كانت وصفة الكيك بالكاكاو يبقى لازم ننخله مع الدقيق لان غالبا بتكون في تكتلات وبنخلط كل الحاجات دي مع بعض لحد الدقيق ما يختفي تماما وما نزودش خلطة أبدا علشان الكيكة تفضل طرية وما تطلعش جافة معانا عندي هنا قالب مقاس 25 في 30 وبدهين ومسحة زيت خفيفة خالص طبعا تقدر تستعمله قالب بايريكس أو أي صانية عادية متوفرة عندكم وبننزل فيها خليط الكيك بنخبز الكيك في فرن ساخن مسبقا بدرجة حرارة 180 على الرف الأوسط هيحتاج معاكو تقريبا من 25 ل 30 دقيقة بالكتير لما بعمل خطوط في خليط الكيك بخلة السنان بالشكل ده بضمن أن سطح الكيك يطلع مستوي وما فيش جزء أعلى من جزء كمان بنخرج أي فقعات هوى كبيرة بنتأكد أن الكيك بتاعنا النطجه مظبوط لما بندخل فيه سكينة رفيعة أو خلة سنان وتطلع نظيفة بالشكل ده هنسيبه يبرد تماما وفي الوقت ده هنحضر طبقة الكريمة أو صوص الشوكولاتة علشان نعملها هنحتاج كوبايتين من الحليب وأربع معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى غير محلة هقلبهم كويس مع بعض على البارد لحد ما يدوبوا تماما مع الحليب بعد كده هنرفعهم على نار متوسطة وهنستمر في التقليب لحد ما يبدأ قوامهم يتقل معانا بالشكل ده بنستمر في التقليب بدون توقف لحد الخليط ما يوصل لدرجة الغليان بعد كده بنرفعه من على النار وكخطوة إضافية هزود عليه ستين جرام من الشوكولاتة بتخلي طعم السوصل الشوكولاتة غني أكتر بس تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي أو تستبدلوها بمعلاقة كبيرة من الزبدة وبنقلبها كويس لحد ما تدوب تماما مع السوصل الشوكولاتة بالشكل ده وبنحطها في طبق وبنغطيها كويس لحد ما تبرد تماما بعد كده هندخلها التلاجة على الآن للمدة ساعتين لشان تكون بردة تماما ومتمسكة هنعمل كمان سوز شوكولاتة نشرب بيه الكيكا هيخليها طرية جدا وطعمها حلو قوي هنحتاج كباية من الحليب ونضيف عليها معلقتين كبار من السكر ومعلاقة كبيرة من الكاكاو الخام وهنقلبهم كويس مع بعض لحد ما يدوبوا تماما مع الحليب وهنسقي بيهم الكيكا بعد ما تكون برد تماما وبنعمل فيها فتحات بالشوكة علشان تتشربوا السوص كويس وبشكل متساوي وأوعى تضيفوا السوص ده للكيكا إلا لما تكون برد تماما وإلا هدوز منكو وهتبقى مع الجنة وقوامها وطعمها مش حلو خالص السوص ده بيخلي الكيكا طرية جدا ونكت الشوكولاتة واضحة قوي فيها كمان تقدروا تضيفول ونص معلقة صغيرة من النسكة فيه هيخلي نكت الشوكولاتة قوية أكتر كريمة الشوكولاتة اللي حضرناها كمان بقت بردة تماما هنخفقها بالمضرب الكهرباء على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين تقريبا لحد قوامها ما يبقى ناعم معنا تقدروا كمان تعملوها في الخلاط لو تحبوا المهم يبقى قوامها ناعم وكريمي بالشكل ده بعد كده هنوزعها على الكيكا بتاعتنا شايفين قد إيه قوامها ناعم وكريمي تقدروا كمان تستبدلوا الشوكولاتة اللي حطناها على السوص ده معلقة كبيرة من الزبدة زي ما قلتلكو وتقدروا تضيفولوا نص معلقة صغيرة من النسكافيب النسكافيب بيخلي طعم الشوكولاتة غني وقوي أكتر وبنحاول نوزعه بشكل متساوي على الكيكا بالطريقة دي ومهم قوي في الوصفة دي نستعمل نوع كاكاو جيد لإن هو اللي هي دي طعم حلو للسوص وللكيك ومش محتاجين ندخلها التلاجة طالما إن الكيكا بردة والسوص كمان بارد جدا ممكن تقدموها زي ما هي كده أو بنزيينها بشوي من الشوكولاتة المبشورة أو لسبرينكلز كده خلاص الكيكا بتاعتنا بقت جاهزة معانا عملناها بطريقة بسيطة وسهلة وبدون مكونات معقدة عملنا معاها كمان سوص الشوكولاتة التقيل والكريم عملتوا معاكم بدون كريمة سيلة أو كريم شانتي أو إشتر بس طعموا أكتر من رائع بجد يا جماعة دي واحدة من ألاز كيكات الشوكولاتة اللي ممكن تجربوها الكيكة هشة جدا وإسفنجية وطعمها حلوة أي بدون سوصات خالص يعني كيكة شوكولاتة بسيطة تقدروا تحضروها للعيلة كل يوم شايفين شكلها حلو قد إيه؟ أتمنى أني فيديو النهاردة يكون عجبكو وتجربو كيكة الشوكولاتة بالطريقة دي وما تنسوش ترجعوا مرة تانية وتقولولي رأيكو في الكومنز كمان ما تنسوش لو عجبكو الفيديو تعملولو لايك وشير ولو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة وبس كده أشوفكو على خير في فيديو جان شوالله باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر